هل التصوير أثناء العبادة مثل العمرة وغيرها يعد من الرياء وهل هو من أداب العبادة وبالنسبة للعبادات لا ينبغي الإنسان أن يصور نفسه بعض المصور يقول نحن الآن في مكة نحن نطوف الآن ونحن هذا قد يدخل عليهم الشيطان وأن يكون هذا من باب الرياء ثم أيضا من يستخدم هذا التصوير في الحرم أو في العبادات كيف سيقبل على الله عز وجل إذا كان الإنسان وهو في العبادة يخشى على نفسه من نظر شخص أو من نظر شخصين أو ثلاثة فكيف إذا كان هذا يبث على مئات الناس وآلاف الناس فهذا قد يكون مدعاة إلى شيء من الرياء أو السمعة أو عدم الخشوع في هذه العبادة فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل بهذا التصوير في عبادته فأقل الأحوال أنه قد لا يجمع قلبه لأداء هذه العبادة التي يحتاج إلى جمع القلب فيها نعم بارك الله فيكم